بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه مع نور الدين لازلنا نستهدي به في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا نستكمل ما بدأنا في الكلام على الدعوة إلى النسبية المطلقة وإلى الخروج عن كل سلطة وكل قيد في مفهوم جديد يدعو إليه أصحاب العصر الجديد منذ أكثر من مائة سنة وبدأوا في تكوين حزب سياسي لهم 1916 يعني 108 سنة يجب علينا أن نعلم هذه المعلومات وأن تكون في خلفية عقلنا ونحن نفكر ونحلل ونفهم ونتلقى وننظر بدلا من يقوله البعض من نظرية المؤامرة وليس في مؤامرة دا كل شيء علني وكل شيء معروض ومعروض بقوة وقسوة أيضا وعنف ونحن ننظر إليه وندرسه ونرى لما نعايره بمعيارنا معيار الديانة أنا أريد في النهاية أدخل الجنة حكاة بسيطة واضحة لكنها عند الله عظيمة لأن ربنا خلقنا من أجل أن نعبده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأمرنا بعمارة هذه الأرض وأمرنا بتزجية النفس وأمرنا بطاعة الرسل وأمرنا بأن نؤمن بأركان الإيمان ومنها يوم القيامة الذي لا يؤمن به كثير من الخلق ولكن الديانة تحتم علي أن هناك يوما آخرا وأنا لن أخرج من ذاتي ولا من نفسي ولذلك لما يُعرض علي هذا البرنامج الجديد في العصر الجديد وأراه يريد أن يحطم الأسرة النمطية كما يقولون يريد أن يدعو إلى التساوي المطلق حتى بين البشر وبين الطبيعة يعني أنت بشر ولكن هناك شجرة نريد الحفاظ عليها فأنت وهي صيان هذه النظرة نظرة التساوي المطلق هذه لما آجئ أعايرها يا ولقد كرمنا يا بني آدم ما هذا أنا أرفضها ولماذا أرفضها لأن المعيار الذي اتخذته لنفسه مقتنعا به ومعتقدا فيه أنه الذي سيصل به إلى رضا الله وإلى يوم القيامة الذي فيه هذا الخير العميم الذي صدقته ولا أريد أحدا أن يشككني فيه فبهذا المعيار القبول والرفض فليعرض علي ما شاء من أفكار ولأقصها بمعياري ثم بعد ذلك أقبل أرفض وهكذا